هل تعلم يا أخي ويا أختي ما هو فضل صيام يوم عرفة وما هو فضل هذه العشر الأولى من ذي الحجة؟ اسمع واحفظ يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها الله يا أخي تخيل معي صيام يوم واحد يكفر بذلك الله لك ذنوبا لسنة ماضية والسنة التي بعدها وأما عن هذه العشر فوالله إنها أعظم عشرة أيام في السنة نعم أعظم حتى من العشر الأواخل من رمضان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر الأولى من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء والسنة يا أحبة في الله في هذه الأيام هو الاكثار من التسبيع والتهليل والتكبير بلغوا غيركم وشاركوا الخير مع غيركم فالدالوا على الخير كفائله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله